تطبيقاً لمقراجات اجتماع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كونورنا في الجزائر والمنعقد تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعة وبعد الاطلاع على الوضعية البابائية وكذا الإحصائيات المسجلة في الآوينة الآخرة فقد تقرر ما يليه تعريق الدراسة لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم الخميس من العشرين جنفي صباحاً إلى غاية يوم التالس ساع والعشرين جنفي 2022 مساء مواصلة العمل خلال مدة تعليق الدراسة بنسبة للأستداء والأطقوم الإدارية والعمال على إنجاز مختلف الأعمال المبرمجة خاصة ما تعلق بالأعمال الإدارية والمالية كما تقرر أيضاً تنظيم حملة رابعة للتلقيح على مستوى كل المؤسسات التربوية للمراحلية تعليمية الثلاث ضد فيروس كورونا بتنسيق مع وزارة الصحة ابتداء من يوم الأحدى الثالث العشرين لغاية الخميس سبع العشرين جنفي أيضاً تقرر حث أولياء التلميذ ودعوتهم بإرحاح لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والحرص على إبقاء تلميذ للمراجعة في المنزل والتأكيد على تجنبهم وإبعادهم عن أماكن الازدحام والاقتضاد وعدم الاحتكاك بالآخرين ويتؤكد وزارة التربية الوطنية على الطابع الضروري الملح للتلقيح وتدعو جميع مستخدمي القطاع وفي مقدمتهم الأستذاء وتهيب بهم وهم الذين عودون على روح المسئولية والحس الوطنية